السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين تسعة وعشرين أيار مايو طبعا اليوم القمر موجود بالعذراء لغاية ساعات العصر تقريبا بعدها بدو ينتقل لبرج الميزان يعني في عنا خلوه مسار اليوم هذا جميل جدا بكل النواحي تابعوني عشان تعرفوا شو الأسباب القمر الآن موجود في برج العذراء في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وخمسين دقيقة عصرا من عصر اليوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي بما أن القمر موجود في برج العذراء لغاية ساعات العصر منعود الآن أو منضل على طبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب ومنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها ومنجد أن عنصر التنظيم بيلعب دور هام في حياتنا ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم بعض الأمراض اللي ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين أو شرب الكحول أو برضو بالفترة هاي بإمكاننا اقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم ثمانية ستة طبعا دروتها يوم اثنين ستة ساعة عشر وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجعل نوع من أنواع السعادة في حياتنا العاطفية والفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي مستمرة من يوم واحد وعشرين خمسة ليوم واحد وثلاثين خمسة طبعا ذروتها يوم ستة وعشرين خمسة كانت بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد بتجلبنا نوع من أنواع السعادة الغير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية كما أنها بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم خمسة وعشرين خمسة لغاية خمسة عشر سبعة طبعا ذروتها يوم تسعتاش ستة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش هذه الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن ونوع من أنواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا أو مستقبل المقربين لإلنا إما بفلوس أو بتأمينات ومدخرات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها من يوم ثمانية خمسة إلى يوم اتناش ستة طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لفعالية والتأثير والقيادة يعني عنا بصير طاقة عالية جدا نقدر نندمج مع المجتمع أو مع محيطنا بشكل إيجابي وقوي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين زحل وما زالت مستمرة هي بدأت يوم تساطاش خمسة ومستمرة ليوم خمسة ستة طبعا ذروة هاي الزاوية كان يوم أمس ثمانية وعشرين خمسة هاي الزاوية بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها لبدل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين قاسين عنيدين ممكن تعرضنا لصعوبات في إنجاز بعض المشاريع انعكاس وانقلاب بالوضع العام علينا مراقبة صحتنا لأنها بتكون مهددة بالإرهاق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي تاثراتها من يوم ثمانية وعشرين أربعة ليوم ثلاثة عشر ستة طبعا ذروتها مضت يوم ثلاثة وعشرين خمسة وقلنا أنه بسبب هاي الزاوية بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين هي استغلال أشخاص عشان نوصل لمنصب معين أو إنه إحنا منحاول أنه نأخذ أعمال الغير وننسبها لأنفسنا ونطرحها على إنها أعمالنا إحنا وهاي كثيرة في الفترة هاي ما شاء الله طبعا هاي الزاوية بتخلي بتدفعنا للعنف بتجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسبب لنا خلافات في حياتنا الحميمية وإلها تأثيرات على المستوى المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية والأمور اللي إلها علاقة بالشؤون العسكرية والتهديدات برضو يعني فيها بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالسياسة ما ذكرناها في الحلقات الماضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 22-4 إلى يوم 22-6 ومضت ذروتها يعني إحنا الآن بأوج تأثيراتها هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير طبعا هاي الزاوية نبهنا من أول يوم ونزلنا حلقة خاصة عن هاي الزاوية إنها بتدل على ركود اقتصادي وانهيارات بنوك وإلها علاقة بدول وارتفاع حجم التضخم خطر مالي قادم برضو إلها علاقة بالإرهاب والتطرف والتحريض والتخريب والتفجيرات والحرائق وزعزعت الاستقرار البلاد بسبب تفجيرات بعيدة خفية اغتيال شخصيات هامة أو أحد رجال الدين كوارث طبيعية كالحرائق الغابات والزلازل وتجدد نشاط بعض البركين يعني هاي الزاوية خطيرة جدا وما زالت مستمرة ليوم 22-6 أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تكون قوتها وذروتها باتصال القمر مع الكواكب الأخرى أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي طبعا ذكرناها يوم أمس هي تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الاثنين هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بشكل إيجابي وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والعلوم اللي فيها تكنولوجيا أو فيها تطور تلفز السينما تطور هذا الذكاء الاصطناعي الأمور هاي والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزوايا اللي برضو اليوم رح تكون ذروتها أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي رح تكون ذروتها الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الأحد على الاثنين يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ظهر يوم الاثنين تأثيراتها موجودة هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم وبتزيد من خيالهم وحبهم ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي ذروتها الساعة التسعة وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش برضو تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية مساء اليوم الاثنين بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلا العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب للبعض الاكتئاب أو الشعور بالإحباط أو الشك والغيرة والوسواس والأمور هاي فبتكن تنتبهوا من هاي النقطة وبرضو بتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا هاي الزاوية إلها إشي بما أنها رح تأثر طول اليوم فلازم تنتبهوا منه هنا حاولوا أنه تبعدوا عن أي جدال حول بعض الأمور الدينية أو العقدية بهذه الفترة لأنه رح يكون في استياء ضد نقاشك أو حوارك أو المعلومات اللي أنت بتعطيها هذا واحد اثنين في تقلب رح يصير في أسعار أو الاهتمام أو مشاكل إلها علاقة بأي شيء سائل يعني بالماء بالمشتقات النفطية بالأدوية بالأشياء اللي زي هاي والمبادلات البحرية احتمال وقوع تسممات غذائية أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو خلو المسار للقمر اللي رح يبدأ الساعة التسعة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر من العذراء لبرج الميزان هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثنتين وخمسين دقيقة عصرا القمر بصير في برج الميزان من هذا الوقت وما بعد بتصير هاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر أو مصالحة عاطفية منكون اجتماعي أكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد وهاي الفترة تعتبر فترة مننجح في أعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال أو الزاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تتشكل الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر اليوم الاثنين طبعا تأثيرات هاي الزاوية بنقدر نقول إنه برضو من ساعات الصباح أو من ساعة تقريبا الفجر تقريبا وبتستمر حتى صباح اليوم الثلاثاء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا منتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع طبعا هاي فترة جيدة اللي هي من ساعات المغرب تقريبا ممتازة للعبادة للصلاة للدعاء للابتهال للروحانيات للتعمق بالغيبيات يعني أجواء روحانية جيدة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية طبعا إذ روتها رح تكون تقريبا في ساعات فجر يوم الثلاثاء ولكن تأثيرات هاي الزاوية من عصر يوم الثنين ولغاية منتصف الليل فمن ساعات العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي بنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا بصير الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة يعني أجواء إيجابية بتعطينا طاقة لنتحرك بكل الاتجاهات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي برضو تأثيراتها بتبدأ من عصر يوم الثنين وبتستمر حتى صباح يوم الأربعاء وهي زاوية قوية إيجابية بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنتنقل المساندي والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بيساعدنا هاي الزاوية وخصوصا ما بين النيرين اللي هو القمر والشمس يعني تعطينا هيك نوع من أنواع التوازن والثقة بالنفس ونجاح في العلاقات العاطفية يعني الأجواء بتتجه لنوع من أنواع الاستقرار التركيز أو التوازن ما بين العقل والعاطفة وأيضا تواصل جيد مع الأحبة هذا كله من ساعة العصر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس الامعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا هذا التأثير لغاية ساعات العصر ما مننصح بأي عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا الكلة والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس والبنكرياس أنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية هذول العضاء اللي بصيروا أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما مننصح من ساعات العصر إجراء عمليات كبرى لهاي الأعضاء ونحتاط أن كل الأعضاء اللي ذكرناها هاي بتخلوها في عين الاعتبار إن ممكن تطلب مراجعة طبية أو فحوصات أو أشياء من هذا القبيل بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية على أنواعها ولكن مش في فترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة لكنه لا يصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان ورح ليستقر في برج الميزان عفوا يعني بيصير خلو المسار القادم يوم الأربعة وثلاثين خمسة بيبدأ ساعة ثنتين وثلاثة وخمسين عصرا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى الساعة 11 واربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بعدها القمر بده ينتقل للعقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 10 أيام في تمام الساعة 11 صباحا بصير دخل في يوم 11 نسبة الإضاءة 72% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد الآن بنسبة 10% في ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة 30% القمر في العذراء بده ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان حتى يوم 31 سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الثور حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 30% الظهرة في السرطان حتى يوم 5 ستة سعيد بنسبة 60% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة سعيد بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 30% طبعا لا تنسوا لايك ديسلايك كومنت شير كبسوا على هالكبسات ما عدا تبعات الدعم طبعا ما حدا يكبس عليهم لا انتساب ولا تشكرات يعني اللي يشترك بالقناة بس يشترك بالقناة واللي يحب يكبس على الكبسات الثانية أعطيكم العافية بارك الله فيكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا رغم الضغط لأن القمر الآن في مراحل المقابلة بالنسبة لكم إلا أنه اليوم ممكن يكون في عندكم عرض عمل صفقة بادرة أمل عرض جديد تطورات في مركز عملكم إنجاز أعمال بشكل مذهل تكريم على إنجازك بعض الأعمال علاقة جيدة أو تواصل جيد ما بينك وبين زملائك مراجعة طبية أو فحصات طبية دورية هاي محتمل لدى العديد من موليد برج الحمل وأيضا بعض الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة ينتبهوا لصحتهم وخصوصا اللي عندهم مشاكل في المسالك البولية والكلاة والأمور رائعة أما من ساعات العصر طبعا الأجواء بتصير أجمل وأحسن على مستوى تعزيز العلاقة مع شركائكم سواء العاطفي أو المال أو تطوير العلاقة أو حب وغرام وأشياء من هذا القبيل أو خطوبة ارتباط تحديد موعد لهذه الأمور أو تطوير علاقة ممكن شويك طاقتك لأنها ضعيفة شوي يصير فيه سوء تفاهم بدك تحاذر الجدال تحدث بموضوعية بدون عصبية بدون حدية بالطباع لأن طاقتك ضعيفة وما فيه شيء رح يكون لصالحك عشان هيك حاول أنك تمشيها بخير وسلام برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدأت اللي هي الأوقات الإيجابية القوية اللي لازم أنك أنت تتحرك وتستغلها وتباكر يعني من الآن ولغاية ساعات العصر كل طاقتك بدك تحطها عشان تحصل كل إيجابية من وراء مواضيعك المهمة لا اللي بتضرغ بدكم قوية بتقرب من أحباكم القمر ما زال بالبيت الخامس بيت الحضوض الداعم لإلك اللي له علاقة بالحب بالأبناء بالأفراح يعني يعني فيه أجواء إيجابية ودعملة إلك بقوة فعشان هيك بدك اليوم تنطلق قدر الإمكان زي ما حكينا وتحصل لأنه في ساعات العصر القمر رح ينتقل وصير في البيت السادس فهونا رح تنهمك بعملك بصحتك بمراجعات طبية صحة أحد الأحبة يعني أشياء من هذا القبيل وبعض الأعمال ممكن يكون فيها نوع من أنواع صعوبة تأخذ وقتك فتلتهي عن كل الأمور الثانية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم أنتم من المستفيدين تقريبا طيلة اليوم لأنه أول إشي القمر رح يكون هو موجود في البيت الرابع وفي ساعات العصر ينتقل للبيت الخامس ولكن مشكل زوايا إيجابية ودعمة لإلك فإذا على مستوى البيت الأمور جيدة تقدر تنظم أمور بيتك عائلتك تقدر تهتم بمسائل العلاقة بمناسبة اجتماع لقاء اهتمام بأحد أفراد العائلة ممكن بعض الديكور أو مشتريات مقتنيات تصليحات ترميمات ترحيل بيت جديد أشياء من هذا القبيل ولكن احذر العصبية احذر التعب واحذر تقلب المزاج عندك لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر فهنا القمر رح ينتقل للبيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبرضو بتفيدك الاتصالات واللقاءات إن كان لها علاقة بالعمل أو لها علاقة بالترفيه أو لها علاقة بالحبيب أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك تترجع العلاقات لطبيعتها بمصالحة بتنازلات بتقارب اليوم يعني بمعنى آخر بتنال أي شيء بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة بس أهم شيء تحرك بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات هذه أول تحذير ولكن اليوم عندكم نشاط عالي جدا بالاتصالات حوارات نقاشات امتعانات إخوة جيران رحلات قصيرة أمور العلاقة بالسيارات بالإلكترونيات بالتواصل بكل هذه الأجواء طاقة رهيبة راح تكون موجودة عندك وعندك قدرة على التحرك بشتى الاتجاهات بنقاشاتك وحواراتك ممتاز ولكن ابعد عن الدين اليوم لأنه ممكن الأطراف الأخرى ما تستقبل رأيك الأهم أنه حاول تكسب قدر الإمكان على كل المستويات لغاية ساعات العصر حتى على المستوى العاطفي والتسويقي أما من ساعات العصر فهنا شوي بتصير بدك البيت بدك ترتاح بدك ترتب شؤونك الداخلية التزامات عائلية مناسبة أي أمور إلها علاقة بتصليحات أو ترميمات أو حتى التقارب العائلي هو اللي رح يكون سائد أكثر كلقاء أحد الأحبة أو مناسبة بتتعلق في العائلة بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الأجواء بتظلها حملة لفرص أكثر من يوم أمس على مستوى المكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم عندك طاقة عالية جدا للعمل للتحرك لجلب الاستثمارات أو أفكار بتحاول أنك تطورها عشان تستثمر فيها في فرص كثيرة للأمور المالية ولكن دير بالك تحمل فلوس في جيبك وتروح لك على أي محل أو على سوق أو على مول لأنك رح تصرفهم لحالك هيك وتروح بدونهم لأنه اليوم عندك شغف أو حب عالي جدا للإصراف فانتبه من هاي النقطة أما من ساعة العصر وما بعد هنا ما رح تهدأ وطيرتك بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات بالضحك بالعاطفة بالتقرب من الأحبة من الأبناء يعني عندك نشاط بكل الاتجاهات بتنشط على حسب أنت شو بتشتغل يعني على حسب ممكن لو أنها ست بيث قاعدة في البيت فيش وراها أي إشي ممكن صير تلف في البيت بس قزة يعني تمشاية فعشان هيك اليوم نشاط عالي جدا وعندك قدرة للقاءات ورح تكون لقاءتك مثمرة بتقدر تدافع عن حقك تعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك فعشان هيك اليوم جيد لإيصال المعلومات وأيضا الطلاب اللي عندهم امتحانات مدرسية اليوم الأجواء جيدة جدا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس اليوم أكثر من الأيام الماضية صحيح أنه كان فيه شوية ضغط بيجي هيك بطريقة غير محسوبة فيه نوع من القلق والتوتر ولكن انتبهوا من الوسواس والشك والأمور هاي من ساعات يعني ساعات اليوم كلها تقريبا نقدر نحكي الأجواء رح تكون إيجابية تدعمكم بشكل قوي بإمكانك تنطلق وتتحرك وتقنع وتنجز اليوم كثير من الأمور وفيه خبر صار رح يجيك هذا اليوم من ساعات العصر وما بعد هنا الاهتمام رح يصير على المستوى المالي فممكن تبدأ بحل مسألة مالية أو بداية عمل جديد أو تحصل على أموال لا إلك أو تجيك أموال من عمل إضافي أموال قديمة يعني من هذا الجو ولكن لا تبالغ بمصاريفك حاول أنك تهتم بالشؤون المالية بشكل عقلاني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيتطلب منكم الانتباه برضو لصحتكم لغاية ساعات العصر فعشان هيك الأجواء ما بتخوف ولكن شوي فيها نوع من أنواع التوتر والقلق ممكن يسيطر عليك التعب حاول قدر الإمكان تمالك نفسك شوي حاول قدر الإمكان أنك أنت تنجز الأعمال بشكل روتيني ما ترهق نفسك ما تعصب زي ما كان بدون اتخاذ قرارات وابعد عن الوسواس والشك والأمور هاي لأنه رح يسيطر عليك خلال هذا اليوم من ساعات العصر الأجواء بتتغير تماما فبيطرق تغيير للأفضل على صحتك بتستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك تقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب كل المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك كأن الحظ رجع لك من أول وجديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة أو حفلة أو لقاء حوار نقاش ما زالت الأجواء العائلية أو الأجواء الاجتماعية هي اللي طاغية أو اللي مسيطرة على الوضع لكن ممكن في ساعات النهار أو في ساعات المساء المتأخرة تظهر هيك شغلة متصرف من أحد الأصدقاء أو المعارف يستفزك فبدك تضبط أعصابك قدر الإمكان الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن كل ما استقتربنا لساعات الصباح بيقترب القمر من بيت المتاعب فعشان هيك حاول قدر الإمكان تنجز أعمالك لغاية ساعات الصباح أما من ساعات العصر فالقمر خلاص بوصل لبيت المتاعب فهو أنا بدك تنتبه أكثر لصحتك حاول أنك ما توقع على عقد ما تبدأ عملي جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حاول أنك تحلل الأمور بهدوء ابتعد عن الضوضاء والأضواع والفوضى وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين وبالظل الأجواء ممتازة جدا من الآن ولغاية ساعات الظهر تقريبا مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا طلبات عمل أو بدهم يعملوا مقابلات أهم شيء أنه ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم حاولوا أنكوا تتعززوا العلاقات مع المسؤولين بشكل جيد من ناحية العمل تواصل مع زملائكم إنجاز الأعمال المطلوبة منكم لأنها فترة ممتازة جدا وممكن تحصل على وعود تترجم بالفترة الجاية لصالحك أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء بصير نشاط اجتماعي من خلال علاقاتك الاجتماعية ممكن تحصل كثير من المكاسب أهم شيء أنكوا تبادروا لملاقات الآخرين بمنتصف الطريق يعني ما تتهرب من اللقاءات والجلسات الاجتماعية إذا توجهت لك دعوة لحضور حفلة مناسبة أو جمعة مع الأصدقاء استثمرها بيطمئن بالك لأنه اليوم ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك وإذا عندك أمر حابب تنجزه من ساعات ما بعد العصر يعني حاول أنك تقدم فيه إذا ما زبط تكرر المحاولة مرة ثانية بتمشي الأمور إن شاء الله برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد بخارج البلاد تكون مثمرة أو وعود قابل للترجمة بالفترة القادمة من ساعات العصر طبعا القمر هنا بده ينتقل للبيت العاشر بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم على مصالحكم الاجتماعية على أعمالكم ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم مش إن ما تضعفوا ولا تجازفوا لا بسمعتكم ولا بأي شيء وحاولوا أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع الفترة هاي على مستوى العمل وعا تقديم الطلبات المقابلات الحوارات والنقاشات مع المسؤولين جيدة جداً برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتكون تتفحصوا الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة من الآن ولغاية ساعات العصر رح تهتموا بفواتير دفعات أو سداد أموال أو ترتيب وضع مالي وممكن تظهر مواضيع قديمة على الساحة تحاول أنك تدخل فيها حكم أو تحاول تحلها أو تجدلها مخرج صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول أنك تكون مرن ما تتشدد كثير انتبه على أموالك ما تغامر بالأمور المالية اليوم ممكن الأجواء تكون فيها بعض الردود لدعم مالي يعني أنت بتنتظر رد لدعم مالي أنت طالبه فاليوم يجيك الرد أو تحصل على أموال كنت موعود فيها اليوم يجي موعدها من ساعات العصر الأجواء بتتغير بشكل إيجابي أكثر بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة الحوارات النقاشات إجراء مقابلات اجتياز امتحان إيشي الأعلاقة بالعمل بالدراسة يعني أجواء على كل هذا اللي أنا ذكرته ممتازة جداً ولصالحك حتى على المستوى العاطفي بتناقش بقوة وذكاء وبتتجرع على أي شيء طبعاً أهم شيء أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض التجربة والسفر أيضاً برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بيظل قمر موجود مقابلكم لغاية ساعات العصر فعشان هيك بتتركز جهودكم من الآن للعصر على حول بحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل ما تدخلوا بالشك والوسواس وهذا شو بعمل وبحب غيري وبحبش غيري والغيري هاي الأمور هاي والأفكار السوداء اللي بتيجي في الدماغ ابعد عنها تماماً حاول قدر الإمكان أنك ترتب دماغك على تطوير العلاقة على جذب الشريك تواصل وضع قطط وضع نوع من أنواع التنسيق ما بينك وبينه تفاهمات ابعد عن المشاكل نهائياً أما من ساعات العصر هنا الأجواء بتتغير تماماً رح يصير اهتمامك بالأمور المالية أكثر تنهمكو في عدد تنظيم أموركم المالية خصوصاً الأموال المشتركة اللي معك شريك فيها ممكن تكون بنك ضريبة تعمين ديون قروض أشياء أنت مسلف على أشخاص ذك الطالب فيها بدك تهتم بأشياء قديمة ممكن أو أشياء من الماضي زي ميراث أو حتى قصص ومواضيع قديمة ممكن تظهر على الساحة أهمش أنه ما تهملوا صحتكم الأجواء رح تصبح أكثر إيجابية وتجاوباً معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أيضاً أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار حطيتوا لايك وديسلايك والكبسات هاي اللي تحت كبستوا عليها لا بس أنا نوع من التذكير يعني ما بدي أجبركم على أي شيء الله يرضى عليكم وتقولوا سعيد بجبر فينا أجبرنا على أنه نكبس على الكبسات لا يعني بس أنا نوع من التذكير هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء